عثر علماء الآثار خلال عمليات الحفل الجارية في بلدة شارن الواقعة غرب فرنسا على عظم فخذ يبلغ طوله مترين يعود لديناصور عملاق ومن المعروف أن الديناصورات من الحيوانات البائدة التي كانت مهيملة على سطح الكرة الأرضية طيلة 160 مليون سنة تحديدا منذ أواخر العصر الثلاثي أي منذ حوالي 230 مليون سنة حتى نهاية العصر التباشري أي منذ حوالي 65 مليون سنة كما أنه قد اندثرت معظم أنواع وفصائل الديناصورات خلال حدث انقراد العصر التباشري الثلاثي مثل هذه الأخبار تثير الظهر في نفسي ولماذا يا موجز؟ إنها فقط بعض العظام المتبقية من هذه الحيوانات البائدة والتي لا وجود لها الآن وكيف نجد لها عظاما إذا كانت بائدة؟ كل ما يدفن تحت الأرض من الوارد أن نجد له أثرا إذا قمنا بالحفر ولكن ماذا إذا كانت الديناصورات موجودة حتى الآن؟ لا تقلقي يا موجز، فالإنسان لا يمكن أن يعيش برفقة الديناصورات، ولو كانت موجودة لكنا قد هلكنا منذ وقت طويل هل سمعت هذا الصوت؟ قلت لك إنها قد تكون موجودة حتى الآن بل هو صديقنا مهندس الصوت، يريد أن يجعلنا نعيش لعصر الديناصورات اشتركوا في القناة